سي مصطفى عندك جنسية مزدوجة ولا تخليت على والله السؤال هذا مهم ومهم جدا وأنا تعرفني ما نحبش نجبد الناس لكن سمعت شخصية أنا نحترمه يعني عنده خصوصيات والفكرة أو الصورة اللي حب يمكن يرسمها عند التوانسة هو أنه موسوعة الأستاذ صفي سعيد لكن تذكرت الاسم أنا والله ما حبيتش حبيتش أن الأشخاص ما يهمون لكن في ثلاثة مناسبات على الأقل ثلاثة مناسبات كتب حتى في أحد الكتب متاعه وقالها أخيرا في يظهر لي راديو ديوان ديوان أفهم صحيح ديوان أفهم صحيح وعاودها أخيرا في الحنبعل وثلاثة حاجات قال حاشتين الحاجة الأولى تتعلق بالجنسية ولو كان كان دقيق المطلوب من إنسان يتحدث على غيره كونه يكون دقيق لو كان وكان دقيق يعني لو كان بحث على المسألة هو يقول كل شيء اللي عنده هذا كان صحيح واضح هو الصفي سعيد قال فما برشة سياسيين هذه أمور عامة أما أنا أذكرني بالإسم أنا أذكرني بالإسم ولو كان هو بما أنه موسوعة مشاه على الأقل تثبت في حاجة اللي هي بسيطة كوني أنا كنت مترشح في 2009 يعني وقت بنالي الملف اللي يطلبوه للترشح وقتها الرئاسة الجمهورية يجب أن تكون على جد الجد الجد الأبوي وجد الأم يجب النسيوناليتي متاعكي نانترومبي من سياكل معنتها واش حكاية متاعها قبل عن جد لو كان تثبت في المسألة هذه راهو أفهم 2009 أنا رواحت من فرنسا 1975 يعني لو كان عندي جنسية الفرنسوية راني خذيتها وقلي أنا في فرنسا نقرأ وعديت 13 سنة تقريب فيها يعني حاجة غالطة وغالطة تماما ما عندي كشلة طبعا ما عندي